موسيقى بسم الله السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير ان شاء الله هذا الفيديو تتعي يلقاكم في احسن احوال ان شاء الله واجبت لكم عجينة القوليش ولا عجينة الفيلو هذه الأصابة البحلوة بالمكسارات تجي احسن ولا ارواع ان شاء الله تعجبكم هذا الطريقة ان شاء الله وتجربوها درتها بالمكسارات باللوز و بالقرقاع ولي ما عندوش ما عليش يدير هاغي بالكوكا وتجي احسن وتجي بنينة بزف ان شاء الله تنال اعجابكم ونروحوا ان شاء الله لتضروك المقادير هنا كاسرنا كاس و اربعة كاس و اربعة السكر كاس 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 كليكوز هذا الشرب يجب أن يكون بارد و يكون البحلة حامية لذلك قمنا بتحضير مزهر و نصف مزهر و تبغي كل واحد يجب أن يقوم بتحضير قرفة و ينسون و يجب أن يأتي مليح لذلك قمنا بتحضير الغاز و نحركه مليح لكي يدوب كامل و نحرك الفصل نحوه يغلي و يكون تقيل كامل و يضيف حق قلي زيت لها 4 كاس بالتعلم لدي هنا فصلت عليه ونحنه لان قمنا بتحضير أمام الضب و يكون مليح لكي يستطيع مليح لكي مليح لكي يستطيع تعنيه وأردني سماع غرفة سكر و القرفة هناك عودة على الشواء لديه بالبابي سوروفان لديه مليح لنضيفه في العجينة توقفه لنضيفه 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 نضيفه بلد السمنة لنضيفه العجينة نضيفه 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 وغطه بلد السربية لنضيفه حتى تضيفه لنضيفه ونضيفه تجربة كثيرة من البنينة تجربة و تجربة كثيرة ان شاء الله ستنقيعجبكم نحلو غير ورقة نقلعو ورقة والاخر نخلو في جهة واني مجدل للسنين تاعي ناني دهناته بالسمن على السنين ناني دهناته نقلعو هذا العجينة على الكل نقلعو نقلعوها بالسمن نقلعوها لكي تجربة بالسمن السمن يعطيها دوق سوف تقلعوها بسمن لا تقلعوها بمارغارين يجبون بكثير من البنينة السمن في كل شيء يجب من البنين في عطس والح هنا دهنا اللي هنا عجينته لكلها جمليح ونتنوها على زوج ها هي انا دهناها دروك تنينها على زوج ونقلعو نقلعوها بالسمن لكي تجربة ونقلعوها ونقلعوها نقلعوها 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 ونزيدو الزوجة اهو ما تدركوش بزيف باش تجيكم مليحة ودرنا مغير فاتع المكسارات اللي وردها لكم تبغو تديرو بزيف تبغو تديرو اقل كل واحد كي ما تبغو تديرو نجيكم مليحة دروك اللوها اهو دروك اللوها واقع لوينها اللوها غيب شوية ما تدركوش بزيف عليها باش هديك الموكسارات ميه متقوبلكم شو اللي اخرب هو بالحق ارها ارتب ماشي ارتب بزيف مليح اهوالوينها كامل دروك نكمشوها نقبضو من ومن ونزيرو في الاطراف ونكمشوها هاكا نقلعو دروك العود تعالشيواء كما راهي مكمشوها حطوها في السنة تعاكم ونكملوا العملية ها هو العجينة تلقو لها شراء العجينة تباح لها وراء نكملناها دروك رانا نديرو في السمن هي تجي مشربة بزيف بسمن باش طيب غاية ونجي حمرة ندخلوها للكوشة ونقصوها شوية انا قاعدت لي بالحق 45 45 دقيقة وانتو ما حرزوها باش زي ما ما تحمر الكومش بزيف لا كنتي شعلها من فوق ومن تحت نقصوها شوية من فوق باش ما تحمر الكومش بزيف ونجيكم شربة دروك نسقوها باحلواتنا انا بلحق قلت لكم شربتنا جانية قيل بزيف ازتت لها شوية علمان 4 عكس باش خفيف لي غاية انا بلحق هذا عجينة انا بلحق اولا نقول لها ما كملليش كامل السنيكي ما راكم تشوفه هي لا يقاليش بلحق بلحق جات غاية بلحق ما كملليش بقالي واحدة نضيف سطر و لازوج نضيفها تشرب كامل العسل نضيفها 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 كامل نضيفها 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 لتحصل على أصابيع نقسمها بين زوج هذه المحلوة لا تنشبع لن تنشبع لن اضيفها ما شاء الله عندها واحد البناء روعة مدى بكم هدي بحلوات خلوها تشرب مليح في الحسن الاتحا باش اجيكم مشربة من الداخل من بره ممكن نرفضو هاد الاصابيع تابع حلوة نحطوها في الصحن شوفو ده الوكي رهي مع مشربة كامل ما نقدرش نوصف الكومكي جيت ان شاء الله تجربوها و تردو لي في التعليقات نعمل بنا ولا من الشكل التحر جيت روعة نشكركم بزاف على الدعم التعكم انتم مع عائلتي نشكر ببنياتي وولداتي من كل البلاد اللي تابعوني نشكركم بزاف ونرحب بالمشتركة الجدد مشتركات ومشتركين ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم ونتلاقعوا في فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة